إلى المقطع الذي انتشر قبل أيام تمكنت دارة تعليم منطقة عسير من التوصل إلى المعلم الذي ظهر في مقطع فيديو يضرب طالباً بطريقة غريبة فيما يلاحق طالباً آخر في فناء المدرسة ممسكاً بعصى في يده لضربه أوضح محمد الفيفي المتحدث باسم دارة تعليم عسير أن اللجنة المشكلة توصلت إلى المدرسة الثانوية التي تم تصوير المقطع فيها وتم التحقيق مع المعلم كذلك مع الطالب الذي قام بالتصوير وكشف الفيفي أن اللجنة ما زالت تستكمل إجراءاتها النظامية قبل رفع النتائج بما تراه حسب اللوائح سواء بالنسبة للطالب الذي ستطبق عليه قواعد السلوك كذلك المعلم الذي سيتم رفع نتائج التحقيق إلى صاحب الصلاحية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه أشار كذلك إلى أن الموضوع الآن قيد التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعلم وكذلك ضد إدارة المدرسة لتساهلها في مثل هذه الأمور ومؤكد أن ما حدث حالة فردية وستتم معالجتها وفق الإجراءات النظامية عبدالله أمسنا عرضنا المقطع في أخباركم واليوم جاء أيضاً التفاعل إدارة التعليم عسير بالفعل كان تعليم عسير لم يتثبت من وجود المدرسة أولاً في المنطقة ومن ثم توصلوا للمدرسة وأيضاً للمعلم وإن شاء الله بحولها تعاوز سكمل التحقيقات على ما يرام